جزء من طريقة التفكير والطبيعة وطريقة اتخاذ القرار المصري ودي حاجة مهمة جدا جدا لما تيجي تشوف السوابط المصرية ولما تيجي تراجع طريقة التفكير واتخاذ القرار في مصر على اختلاف الأصعيدة من أعلى قرار يتخذ رئيس الجمهورية حتى أصغر قرار ممكن يتخذوا واحد غلبان زي حالاتي فيما يتعلق بقضايا عامة هتلاقي دايما في حتة ثابتة ألا وهي إيه فكرة أنك إنسان ده واحد أنت ترفض أي شكل من أشكال العنف أنت مش عاوز تدخل في أي مشاكل أنت تريد دائما تصفير النزاعات والصراعات إلى آخره وتقف دائما على مسافات منطقية من أي حاجة فهتلاقي غرفة المنشآت الفندقية المصرية اتخذت قرار وهو توجيه إدارات الفنادق خد بالك بإيه بقى؟ بحسن استقبال واستضافة السائحين الأوكران حسن استقبال واستضافة يعني إيه حسن؟ يعني ما فيش حد يدوس لحد على طرفه ده بالبلد يكيه وعدم مطلبتهم بمغادرة الفنادق رغم انتهاء الحجوزات يعني افترضنا أنه في مواطن أوكراني جاي سياحة مش بكلمك بقى كمان عن الجالية الأوكرانية اللي موجودة في مصر لكن جاي سياح جاي تفسح كم يوم نشبت هذه الحرب في بلده شوف هنا طريقة التفكير المصري إزاي بتتسم بمنتهى الإنسانية وبالتعقل الشديد وبالحكمة الحقيقية خلاص الحجز خلص ما احنا فاهمين خليه موجود زي ما هو حدش يقول له مشي احنا شايفين اللي بيحصل في أوكرانيا وبالتالي علينا دائما أن احنا نتصرف بمنتهى الإنسانية وده اللي عملته غرفة المنشآت الفندقية المصرية طيب على صعيد آخر لما تيجي تشوف العلاقة ما بين السائحين من الاتجاهين سواء إذا كانوا السائحين ومن روسيا الاتحادية أو السائحين من الجمهورية الأوكرانية فيش أي مشحنات ما فيش أي حاجة حصلة ما بين الاتنين حتى وإن كانوا في نفس ذات المنشآت كذا الحال في الجاليات الحمد لله والشكر لله الكل يعيش في هدوء أنا مش بقولك بمحبة في هدوء جوة مصر هي المكان الأأمن والأسلم دائما للجميع والله العظيم سبحان الله العظيم فعلا مش هزار سبحان الله العظيم الأأمن والأسلم على الجميع فيبقى عندك الجاليتين موجودين في نفس المدن والحمد لله الدنيا ماشي زي الفل ما شاء الله تلاقي الأفواج السياحية من الدولتين قاعدين في نفس المنشآة الفندقية والحمد لله الدنيا زي الفل ومصر تقدم الرعاية للجميع والترحاب بالجميع ترجمة نانسي قنقر